ومن واشنطن ينضم إلينا مدير مركز التحليل السياسي والعسكري في معهد هاتسون ريتشارد ويتس نرحب بك معنا مع استمرار تكرار هذه الهجمات الحوثية ما مدى نجاعة وجدوى الحلف الذي تقوده واشنطن في البحر الأحمر ضد الحوثيين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية أيضاً مع بريطانيا وحلفاء آخرين بشكل مباشر بالإضافة إلى دول أخرى ليست جزءاً من التحالف ولكنها تساعد مثل فرنسا والهند والدول التي ترسلوا سفناً في المنطقة يمكنها كما سمعنا اليوم الحد من الهجمات ومن نجاح هذه الهجمات على السفن لذلك هذا التحالف بإمكانه إيقاف عدد كبير من الصواريخ التي تطلق وهي مواجهة تجاه هذه السفن وبإمكانها إبقاء السفن الصغيرة التي يمكن استخدامها من قبل الحوثيين لمصلحاتهم يمكنهم أيضاً التعامل مع الهجمات والتقنيات الحوثية الجديدة وهي إرسال ربهات من دون إنسان وتفجير قرب السفن لذلك حتى الآن لم تغرق أي سفينة لذلك هذا التحالف يعمل بشكل فعال ولكنه ليس مثالياً هناك سفن تتعرض للهجمات حتى الآن وللضرر وأهم من ذلك هناك خطر موجود وهو كافٍ وهناك عدد كبير من شركات الشحن لا تستخدم هذه الطريق حتى الآن وتغير ما سارها من هناك